سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم والربي بارك حياتكم صلاتنا فعلا أنه التأملات هذه التي نتناقش بها وإذا نعرضها لكم تكون سبب باركة لحياتكم اليوم بنعمة الله سنتكلم عن ضمان المستقبل سنقرأ من إنجيل متى أصحاها 13 ومن العدد 44 إلى 46 والمسيح يعطي مثال عن هذا الموضوع أيضا يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب اللؤلؤة الحسنة فلما وجد اللؤلؤة واحدة كثيرة الثمن ومضى وباع كل ما كان له واشتراها كلياتنا كبشر مهتمين بضمان اليوم الجاي ونسوي ونشتغل على مد نقدر نوفر الحياة الكريمة إلنا والأولادنا نستثمر ونكبر الشغل ونجمع على مد من يجي يوم الأسود بنكون جاهزين لا نريد أن نعيش بالعوز وهذا طبيعي جدا ومطلوب ما بالنسبة لحياة الأبدية التي تريد أن تذهب لها؟ هل أنت ضامنها؟ هل أنت سويت شيء على ما تتحصلها؟ أو سويت شيء على ما تستمر بأنها لك؟ من خلال الأمثلة التي ذكرها الرب نستنتج أن ملكوت موجود لكن يطلب من قدنا البحث أو التنازل بأشياء لكي أقدر أضمن الملكوت محتاج أنه أتنازل بأشياء التي أنا متمسك بها محتاج أنه أترك بعض الأشياء عندما أقدر أضمن الملكوت لا أقدر أضمن أيدي على الملكوت وإيدي في العالم أو في أشياء لا أقدر أضمن رجل هنا ورجل هناك يحتاج أنه فعلا نأخذ ونتمسك بالملكوت ونعمل كل جهدنا بالذي نستطيع به لكي لا يثبت عندنا الملكوت الخلاص هو ضمان لك بالحياة الأبدية بموت المسيح وقيامته من الأموات هذا منتهي من عنده لكن أنت محتاج أيضا تركز وتبني وتعمل شيء عندما أن الملكوت يبقى فعلاً بحياتك صلي هذا الصلاة وإياه إذا أنت في أشياء معينة لتمنعك أن تتمسك بالملكوت يا بنا السماوي بنصلي بإسم المسيح أنك تكسر يا رب كل قيد بتكسر يا رب كل منع بتكسر يا رب كل تكبر بتكسر يا رب كل شيء بيمنعني أن أكون في ملكوتك أنه أجي وتمسك في ملكوتك يا رب أنا أريد فعلاً أنه أضمن الحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية هي معاك هي تبعيتك يا رب هي الإيمان بموتك وقيامتك هي الإيمان بالخلاص اللي أنت عملته من أجلي على الصلي ساعدني يا رب أنه أركز أيني هاليوم على الشخصك العظيم بإسم المسيح يسوع صلي آمين آمين والربي بارككم ترجمة نانسي قنقر